أنا وكل حياتي أولادي بناتي ابني وشغلي يعني أنا أنا راجل لما حتى لقي الولاد حيروحوا تدريب أو حاجة أو حيلعبوا أروح السيدة نفيسة أروح الحسين أروح السيدة زينب فهنا أنا مش اجتماعي بقدر ما ليه ناس حبيب يحبوني وده اكتشفته بعد ما عملت البوست ليت الناس كلها بتكلمني وبقول لي احنا معاك وإحنا بندفعك يعني عندك ناس عزيزة بس انت ما كنتش يعني مدرك أنه هما في أنت يعني منشادي لها ملايين المعجبين ممكن تقول دول مليون ممكن يكون هما الخامسة بس مش عارفة لما بيحصل أي مشكلة زي كده بتلاقي الناس حواليك بس برضو أنت في أزمة يعني الواحد مهما يحصل برضو المحبين كل إنسان بيكون محتاجي عنده شبكة أمان ولو من فردين وده اللي حصل يعني أنا يعني مشكلة أنا جيت القاهرة هنا درست في الجامعة كان سنة 18 سنة لسه في أولا كلية وبقيت يعني دايما مع سباق مع الزمن فعشان كده هاجس الولاد والبنات خاصة بيقرقني في هاجس تاني تخيل لي بيقرقني إيه هو؟ الشغل إزاي؟ دايما تلاقيني أنا قبل البرنامج داي بأربع ساعات قبلها عندي في العمل أي عمل يعني مش بتكلم عن القاهرة الإخبارية أو غيره أو أي عمل من أيام ما اشتغلت في السياحة أنا قبل الزعوة والتلفزيون اشتغلت في السياحة دايما تلاقيني أتخوف أتخوف مثلا أتأخر أتخوف ملتزمش يعني فيحصل يضربه في الشغل أو يمشون يعني معنا الصحية فدايما تلاقيني في الشغل قبل معادي بأربع ساعات يا أستاذ حساني ده هاجس هاجس وقلق أنا موافقة أنه كتير مننا عندنا النوع ده من القلق المفرط أول أول أخوف بس أنت في مركزك في شغلتك يعني بسم الله ما شاء الله أنت متحقق جدا أنت كنت بقول لك بصمة لما بنسمع صوتك بندرك الحمد لله يعني يعني أنتش في مرحلة تحقيق الزيت لسه فليه بتتساقل عليك الهواجس والقلق لأنني أنا أب الأبناء فالأب الأبناء ده وخاصة أن أنا يعني من عائلة بسيطة صنعة نفسي بنفسي يعني أنا أقرى في حياتي مثلا الوسطى والتمييز والظلم كل خطواتي يعني أنا بدأت في الإزعارة موجود في الإزعارة المصرية ثم القناتين طلعت دايما أطلع من الأوائل يعني الإزعارة الرابعة القناة تمّة في نفسي اليوم عرفت أني الأول وبعدين القناة تمّة جابوني صباح الخير مصر حصلت على الأحسن مجحة خمس سنوات متتالية استفتاء كلية الإعلام نقلوا نقطة على الأخبار رحت قناة عربية أربع سنين حصلت على الأحسن موظف أربع سنوات متتالية رحت الإزعارة الروسية اشتغلت ثلاث سنين وبعدين أون تيفي ثمان السنين وبعدين القاهرة الإخبارية بدون أي وسطة فأنا بقى تخوف بقى يعني دايما تلاقي فيه الهاجس القلق مثلا هل أنا عشان معيش وسطة أخاف فهنا أنا بدور على شبكة الحماية دي والأمان دايما تلاقيني لأني أقول لو فقدت شغلي يبقى العيال خلاص راحه في دهيا انتفهمها؟ وخاصة أن يعني أنا مقصرة بسيطة صنعت نفسي بنفسي فمسمني المزيع المكافح فهنا التخوف هاجس القلق ما هاجس أن أنت سيبي بنات ثلاث بنات مثلا بدون أي حاجة فهنا بيخليك تتركم عليك بقى الأحزان والضغوطات فبسببك قلق نفسي اشتركوا في القناة